سلام سلام حبيبتي عسلامتكم ومرحبا بكم معايا في هاد الفيديو الجديد اللي راح نشوفو فيه ان شاء الله تنظيف تنظيم وديكور جديد للغرفة تعبنتي الغرفة تعبنتي اللي راح نفتح لكم الباب تحتها وراح نشوفوها كيفاش تكون في معظم الاوقات هاوليك الشكل تعالغرفة تعبنتي يعني في الحقيقة سيفغيك صورتها لكم عدة مرات لما تكون منظمة ويعني نكون سجمتها يتو هاديك حاجة بينها ننقيها لها نسجمها نحاول نرتبها قدر المستطع بصح ما نحرمش بنتي انها تلعب ما نقدرش نقولها خلي لاشوان بغتاعك توجوغ بيان رانجي كلش في بلاستو ما راحيش انسان كبير ما راحيش ينادجل يعني طفلة صغيرة تجبدلي جوي تلعب تخرب ما نقدرش نحرمها سيختو انو الحمد لله راحي عندها الغرفة حال خاصة بيها كيما قولو ما راحيش تلعب ولا تلمي يعني هكا هاللي جوي تحابقت ولا كيما قولو في الصالون ولا لا يعني حتى اذا جاني ضيف على غيلة ولا جاني اي واحد بلا منكون منتضراتو ولقال حالة تاع الغرفة تاع بنتي كيما راحي ما فيها والو غرفة تاع طفل صغير يعني ماشي يعني حتى تحشمي بيها ولا المهم انو كيما قولو غرفة الاستقبال تاعك تكون من قيام سجمة مرتبة الباقي الغرفة تاع الاطفال خلوهم يلعبوا خلوهم يعيشوا طفولة تاحهم خليوهم يزربعوا دوزانهم يعني كيما قولو اكيد نعلمو لهم النظام نعلمو لهم مور ما يكملوا يلعبوا يرفضوا هاداك شي اللي يلعبوا بيه يحاولوا يعاونوا الام تاحهم لكن باش نلحقوا نحرموهم ونقولوا لهم لا لا لعشان بغتعكم لازم توجوغ تكون منظمة مسجمة نعاملوهم كأنهم كبار لا لا ووالا حبوبات دونك هادي فقط نصيحة في بداية الفيديو خلو ولادكم يعيشوا طفولة تاحهم انا اكيد نعيا توجوغ نزقي عليها نقول هاكيد كم لتلعبي طمي دوزانك ما اللو في جامي دونك وش ندير جسي وبلي جين جيمورا هنطم نحاول نقي كيما قلت لكم الاوساخ ما نخليها مش بس احلو دي زغد ولا غر نغمض عينيها في اغلب الاوقات ومن ذاك من ذاك اكيد اني ننظر ليها ونسقمها وننقيها وننظمها كيما قالوا ساتجوغ بات خيلونطان هاداك النهير هاكدك تفرح بيها ومبعد اوبتع وتجبد هادوك اللي باكتع لي جوة تحاو تفرغهم وكامل ومعليش المهم يكبروا انا لبنات اليوم جيت نوري لكم هاد الروتين تنظيف وتنظيم تعلغرفة على الاطفال احنا نوري لكم ديكور جديد كيما قلت لكم درتهولها في الغرفة تحوع جبني بزاف بزاف رحي نشوفها ان شاء الله فيما بعد دونك فالا هادو فقط يعني كما قولو روتينات تحفيزية خاطر تحبوهم خاطر تحبو تشوفو هاد الانواع دعلي فيديو دونك جمسي دي لي مالا انا راني دايلا دايلا روتين تاعي نصورو هاكده باش نجوزوها كيف كيف ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دونكو أعجبتها كعاد جاي مني يدين ما معها واقعي لها المهم هدوك بعض الرسومات اللي ترسمهم ودايما تعلق لي في الباب لعشان بختحها هكذا رسومات تقول لي ماما باش ناس يجو يعرفوا بلي هذي لعشان بختاعي اللي مقلت لها شوفي بنتي ننحيوها دوما رسومات وراح ندير لك حاجة شابة في بلاستهم ايا نيقوسيت معها صافي خلتني نحيتهم دوك تشوفوا من بعد ان شاء الله وشح ندير لها في الباب هكذا باش اللي يجي يعرف بلي لعشان بختحها دور كاجست اللي هنا يالو البيوغو تحال البيوغو معمر مدكس غرب الكوارط الجوي المهم حوي كلش غير دوزنت على القرايا زع ماشينا هولها باش تقرا فيه انتو كرا يحط فيه كلش غير دوزنت على القرايا ما كان حتى كراس فهد المكتب كان غير الجوي ولا ديكو حبيت نحيلها كل وليش نخلي لها يعني لما كان يقعد كما نقولوا موريح للعين حطيت لها كامل لديكو الفوقة والتحت راح نتوفوا بللي خليت لها حاجة قليلة من بعد تاني ديكور جديد ها نديروا لها ان شاء الله في المكتب تاحها تابعوا حتى للاخير باش توفوا ان شاء الله كامل التفاصيل اشتركوا في القناة 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 في الباب اشتركوا في القناة 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 ما شاء الله ما شاء الله الخدمة كيما طلبتها كيما طلبتها كيما طلبتهم كيما لحقوا لي شكل رائع جدا هاد لائحة اخديتها ادرت لها فيها اشتركوا في القناة المهم كل هذا راح نشوفوه بسم الله اول حاجة راح نعلقها هي هاد لتاجر اللي جاي على شكل غيمة هاكدا اه بيانسور مع الكورن كيما شفتوها البنات راح نعلقها في الحيط واكيد راح نحتاج المساعدة عزوجي راح يجي لها هنا يتقبل الحيط هادك هادك لتاجر البنات تقضوا تلسقوها بعيدة طرقات قضوا دروها بسكوتش دوبلي فاس ولا معناكم هنحط فوقها ديكور شوية دقيل نونك فضلت اني نتقبلها بلا شينيول بركة البنات حيلة اللي هنا يا بركة حبيت نوريها لكم هاكو تشوفو هادك البوشونا ويستعمل فيها رجلي باش يتقب هادك البنات راهو يديرو باش الغبرة اللي تطيح كي نكونو نحفره في الحيط ما تطيحش في الارض ولا على الحيط ولا على اللي ما بلتاوعكم وإنما راح تتجمع في هاد البوشونا كيما راح كتشوفوه لهنا هاد البوشونا اللي بنات تتباع معا لاشينيول عكل حال لكن انتم تقدروا يمكنوا تبريغغغ ولا اقلوا اقلوا كي نكونو كا حاجة가지고 لiance باشو متنك تحفروا بلا شينيول هادك البلاشينيول هاديك البنات من الم force لم ترجعش على الموا wonderfully هستعمال للعشف شغول كبيرة أروا غير هنا لنتيجات الأيال YeaTaja هي علقة ما هي الاrogenة ويكون مريحة على زين هاء all i من الم Hilfe اس suspected بزاف شابه والألوان كي ما حبيتهم فوق هادية اللي تاجه رح نحط ديكور صغير جميل جدا جدا هاد البنتي كان جاء البنتي كهدية في عيد ميلادها من عند جارتي اللي نسلم عليها بزاف بزاف ضيغرا هي من متتبعاتي لعطيها ما تتمنى شكرا جزيل الشكر على الهدية اللي عجبت بنتي بزاف وراه جاء الوقت دركة باش نستعملها ونحطها لها فوق هادية اللي تاجه اللي خديتها لها رح نشوفوا النتيجة خرجوا بزاف بزاف شابين هادوما اللي بتيت بوبة اللي رجليهم يدلوا ستخي جولي وراه حطيتهم لها لهنا خرجت النتيجة تاحهم ما شاء الله نعود نحيي الجارة تاعي يعطيها ما تتمنى لهاد الهدية اللي فرحت لي بها بنتي بزاف 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 الحاجة التانية اللي رح نستعملها من هاد الديكور اللي اخديتو هي البتيت فيوز هادية اللي كما قلت لكم تقدو تلسقوها في الحيط هي مخدومة اصلا باش تلسق في الحيط لكن انا رح نفضل اني نحطها لها فوق لطابل دوش فيتاحة كما رح كنت تشوفوا اللي هنا خرجت تحفة مع باقي الديكور درك هادوما الاشكال مع هادوما الحروف تاع برينسس رح نشوفوا بلي في الصفحة تحوما رح حاطينهم كاديكور تاني في الحيط لكنا عاكو اللي حاكو كل واحد يستعملو كما يحب شوفوا معي انا وين استعملته شوفوا حلوما نضيف القطعة من سكوتش و دو بلو فاس لنضيف كل شكل من هذه الأشكال و الحروف تلك الكلمة و بعد ذلك نضيف لهم كامل سكوتش نضيفهم في المكتب في هذه المكتب سيكون ديكور مريح للعين جميل أمامها لا تكون المكتظة لا نضيفها فوق المكتب ديكور هو لاسق في الحيط المكتب سوف نضيفه فقط لكي تكون تقرأ و لا ترسم تكون المساحة نقية و مفوقها من بعد ان شاء الله سوف نرى الشكل الإجمالي و النهائي للمكتب سوف نأخذ هذا المكتب مع المكتب غوز سوف نضيف فوق الباب كما ترى هنا لا نحب نضيف هذا المكتب نضيف التوش نحن نضيفه تبدل كمبلتماً لديكار و بعد ما كملنا كلش جاء الوقت باش نرفض لها لتابي تحى النقيه لها و بيانسور نجوز لها تجوزها خفيفة على الارضيات تحى هكذا باش ان شاء الله تكون لاشان بغتاحها شابة و نقية بإذن الله تعالى شكراً لادم شكراً لائد شكراً لعبة هذه نتيجة نهائية الغرفة بنتي بعد التنظيف والديكور الجديد إن شاء الله يعجبكم اللي بنات كنتو شفتو ديكور تاحها تاع الغرفة تاحها في فيديو سابق رح نخلي لكم الرابط تاعوا إن شاء الله اللي حابت تشوفو يعني حتى السرير تاحها ما كانش في هاد المكان المكتب كان فيه ما كان واحد اخر نوك بدلنا لديسبوزيشن تاع كامل الاثاث ودرنا هاد اللمسة جديدة وهاد الديكور الجديد إن شاء الله يكون أعجبكم إن شاء الله تكونوا خديتوا أفكار من هاد الفيديو حاولت قدر الإمكان أني نمد فيها أفكار يعني مش غير تنظيف ولا غير تنظيم حاولت أني نمد فيها أفكار جديدة حاولت أني نعطيكم دي بون بلان إن شاء الله راحين يساعدوكم يعجبوكم ويفيدوكم بإذن الله حابوبتي كامل اللي عجبوهم هاد الفيديو نتكل عليهم باش يلايكيوه باش يبرتاجيوه إن شاء الله باش يشوفوها أكبر عدد من الناس إن شاء الله باش تكبر قناتنا ما تنسوش أنكم تنضموا بالاشتراك لكن ما زال ما راكوش مشتركين وتاني تفرحوني بالإنضمام بتاعكم للصفحة تعنات على إنستغرام مريم لايف ستايل نتمنى إن شاء الله من كل واحدة شفت هاد الفيديو تخليلي تعليق شباب يشجعني تخليلي كلام جميل إن شاء الله يا ربي كيما هي أنا إن شاء الله نضرب لكم موعد في فيديو مقبل قريبا جدا جدا دي سيلة نقول لكم حبيباتي تهلاولي بزاف بزافر وحتيكم وتبقاوا على خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر